أزمة المياه الشديدة وقلة الدعم الحكومي لفلاحي محافظة ديالة دفعت الكثير منهم لتحويل أراضيهم الزراعية إلى أراضي سكانية للاستفادة منها بعد أن تقطعت بهم السبل قلة المياه السبب الثاني عدم دعم الحكومة للفلاح فأدها المواطن أو صاحب البستان إلى تجريف الأرض الزراعية مالتا أو البستان مالتا وتحويله إلى قطع زراعية أو قطع سكانية أو بناء دور سكانية بهذه القطعة ويقول لي ما مستفاد من الأرض الزراعية مالتا كنت مدى أقدر أزرع بها ويرى فلاحو ديالة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاطق الحكومات المتعاقبة التي أهملت ملف المياه فباتت مياه العراق أسيرة قرارات وسياسات دول المنبع يعني إحنا متعرضين إلى حملة كلش قوية أولا من الدول الجوار يعني اللي هي حقيقة مناشئ المياه أو منابعها تجي من يمهم وقطعه أكثر من 85% يعني من حصص المياه اللي توصل للعراق هذا الموضوع بعيد جداً كل البعد أبداً ما يفكرون به ما أعرف بأوامر أو غاية معينة المهم وصلنا إلى حال هذا حال النخيل السلطات في ديالة حملت بدورها مسؤولية تجريف الأراضي للفلاح الذي ترى أنه يخالف القانون بتغييره تصنيف الأراضي بسبب الجشع والطمى هذن البساتين اللي جرفوهن صراحةً هم بها حصة مائية وهم بها أشجار بساتين عمرها أكثر من 70-80 سنة جرفوها نتيجة الجشع والطمع وتجاوزت أزمة الجفاف في ديالة حدود الأراضي الزراعية بعد أن أهلكت آلاف الهكتارات لتصل إلى مياه الشرب بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة ما تسبب من خفاض مناسيب المياه في نهر ديالة بنحو 90%